الآليات كنا قد أعلننا عنها تباعا فيما بلغ عدد الآليات العسكرية التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية بين ناقلات جند ودبابات وجرافات ومركبات وشاحنات عسكرية وتنوعت نتائج أبو عبيدة نرجح مقتل خمس أسر إسرائيليين بقصف على غزة دمرنا 720 آلية منذ بدء العدوان البري أبو عبيدة هدف الاحتلال محكوم بالفشل السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فامكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة أبو عبيدة نرجح مقتل 5 أسر إسرائيليين بقصف على غزة قال وزير الدفاع المصري محمد زاكي أن القضية الفلسطينية تواجه منحنة شديدة خطورة وكيرا إلى تصعيد عسكري يهدف لتصفيتها جاءت تصرحات محمد زاكي خلال افتتاح معرض الصناعات الدفاعية العسكرية إدكاس عشرين تلاتة عشرين في القهرة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من وزراء الدفاعات والأساء هيئة أركان في دول عدة وذكر وزير الدفاع المصري في كلمته أن القضية الفلسطينية تواجه منحنة شديدة خطورة والحساسية وتصعيد عسكري غير محسوب لفرض وقع على الأرض هدف تصفيت القضية الفلسطينية وأكد أن التعاون المشترك هو الضمان الحقيقية لتعقيق الأمن والتنمية والرخاء للدول والشعوب المحبة للسلام دمرنا 720 آلية منذ بدء العدوان الباري أبو عبد هدف الاحتلال محكوم بالفشل أكد بيدرو سانجز رئيس الوزراء الأسباني قبل قليل على أن توجه بلاده نحو الاحتراف بالدولة الفلسطينية مستمر وحتى لو لم تحصل على الدعم الكافي داخل الاتحاد الأوروبي جاء ذلك وفقا لما نشره على قناة القهر الإخبارية منخبر عاجل وجدد سانجز في تصريحات للصحفين بالعاصمة مدريد رؤيته بأنها بحل الصراع بين الفلسطينيين والسرائيين يجب أن يرتكس حل الدولتين بحسب وكالات والرئيس الوزراء الأسباني أنه يجب الاحتراف بالدولة الفلسطينية أولا من أجل العقاد مبادرة السلام بقيادة أسبانيا ولفت إلى أن أكثر من 130 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية في حين أن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي لم تفعل ذلك بعد من 24 ساعة فقط أبو عبيدة يعلن حصيل الخسائر فادع لجيش الاحتلال أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتاب القسام الزراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أمس الاثنين تدمير 28 آلية عسكرية سرقلية كليا وجزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية وأبو عبيدة تمكن مجاهدو قسام خلال 24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية كليا وجزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة واستهدفت القوات السهونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بقذايف المضادة للتحصنات والعباط المضادة للأفراد واشتبكوا معا من مسافة صفر ووقعوا فيها قتل بشكل محقق وأضاف كما تمكن مجاهدو قسام من دك وتحشيدات العسكرية بقضائف الهون من العيار السقيل وجار شقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متونوعة ومدريات مختلفة إلى داخل الكيان السهيوني وكانت صراح قدس العسكرية لحركة الجادة الإسلامية في فلسطين أعلنت للاثنين قصف موقع كرم أبو سالم وقاعدة أميطاي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية مركزة المقاومة في غزة تقود اشتبكات ضريبة ضد الاحتلال وأبو عبيدة ضمرنا 28 آلية خلال ساعات فقط أعلن الناطق العسكري باسم كتائب قسام أبو عبيدة أمس الإسنين تدمير 28 آلية عسكرية كليا وجزئيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في كافة محاور القتال في قتاع غزة وأضاف أن مجاهدي قسام استهداف القوات السهونية المتوغلة بالقذاف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلة وتابعوا أنهم دكوا التحشيدات العسكرية بقذاف الهون من العارة السقيل والجار الشقات الصاروخية مكسفة نحو أهداف متنوعة بمدايات مختلفة إلى داخل الكيان السهيوني وأكدت كتائب قسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم مقتلوا أسابة عدد من جنود الاحتلال في هجوم تهداف دبابة في منطقة الفلجة شمالي قطاع غزة أبو عبيدة اشتفات محدودة بين كتائب قسام وإسرائيل نتيجة لخرق الاحتلال للهدنة شمال غزة أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة عن حدوث احتكاك ميداني واشتباك محدود بين كتائب وقوات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لخرق الاحتلال للهدنة شمال قطاع غزة وأشارها أبو عبيدة وفقا لما نقلت وسائل إعلام فلسطينية تعامل مجاهدون مع عز الخارق ونحن ملتزمون بالهدنة طالما العدو ملتزم بيها ونضعوا الوسطاء للضغط على الاحتلال وقصف بالمدفعية أطرف مخيم الشاطئ وغرب مدينة غزة بالمدفعية في أول أيام الهدنة الإضافية فيما أشار المركز الفلسطيني للإعلام لأن سماء أصوات إطلاق نار وانفجارات غربية المدينة مضيفا عن قوات الاحتلال أطلقت النار في منطقة صوفة شرقي رفح بجنوب القطاع وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيان عاجل وبيان مشترك أيضا إلى متابعتها انتهاكات الاحتلال للهدنة للهدنة المؤقتة دعاية إلى إلزام الاحتلال بوقفها إلى ذلك قال المتحدث باسم هزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن هناك ثلاث مستشفيات فقط عاملة في قطاع غزة ويغير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة وطلب القدرة بالضغط على الاحتلال لإدخال المستعدات التبية إلى شمال القطاع فضل عن إرسال الجرحة وجراء العدو الإسرائيلي إلى خارج القطاع لتلقي رعاية التبية اللازمة طلب عاجل من كتائب القسام لوسطاء الهدنة على بعبيدة المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام عز الدين الزرع العسكري لحركة حماس أن شمال القطاع غزة شهد اختراقا للهدنة من قبل القوات الإسرائية ما استلزم مواجعته من قبل عناصر الحركة وأضحها بعبيدة أن نتيجة الخارج واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتفوق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم حدث احتكاك ميداني وتعامل عناصر القسام مع هذا الخارج الإسرائيلي للهدنة وأكد الناطق باسم كتائب القسام على التزامهم بالهدنة شريطة التزام القوات الإسرائيلية بالتهدئة دعينا الوسطاء للدخط على الاحتلال الإسرائيلي وأوضحت حركة حماس في بيان صادر اليوم عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية في سجونه إلى قائمة الأسرة السابقة التي أعلن عنا في بداية الحديث عن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة وهي قائمة مقترعة للتفاوض حولها خلال الساعة القادمة مع تمديد اتفاق التهدئة الإنسانية يومين إضافيين بعد خارق واضح للهدنة أبو عبيدة ملتزمون بالهدنة ملتزم بها العدو أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان أن قوات الاحتلال أقدمت على خارق واضح للاتفاق الهدنة شمال القطاع غزة اليوم ما استدعى تدخل مقاومي القسام ولفت أبو عبيدة لأن المقاومين تعملوا مع خارق العدو وحصل احتكاك ميدان ضمن خطوط الهدنة المتفق عليها وأكد أبو عبيدة أن القسام ملتزمون بالهدنة بطالما التزم بها العدو والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل أنوني حديثي سأطرع عليكم سؤالة أن أتمنى منكم المشاركة باراقكم في التعليقات ما هو سبب اختفاء بعبيدة في الفترة الأخيرة لا تنسوا أن تشاركوا باراقكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة تفايل زر الجرس عشان نوصل لكم كل جديد بنقدمه أول بأول وقبل من ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي اشتركوا في القناة